السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم طوق سهل و بسيط اليوم ان شاء الله سوف اقدم لكم الات والسرع الطريقة لتحضير سلسة البيتزا لنبدأ على بركة الله لدينا خمسة حبات من الطماطم والقليل من الزعتر وملح والفلفل الاسود والفلفل الاحمر وثلاثة فصوص من الثوم وملعقتين كبيرتين معجود طماطم او مركز طماطم وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ونصف كاسماء ننتهى الطماطم في الخلاط الكهربائي نقوم بازالة الجلس الاخضر ثم نقطعه الى اربع قطة ثم نقطعه الى اربع قطة ثم نقوم بتحني جميعا عناصم عبادة البعض ثم نقوم بتصفية الخليط نضع خليط طماطم في مقلات فوق النار ثم نضيف القليل من الملح وقليل من الفلفل الاسود وقليل من الفلفل الاحمر وظاتر ومجون الطماطم وزيت الزيتون ثم نضيف جميعنا نزمة بطاقة ثم نترك الكل فوق نار هادئة مع التحريك من حين لآخر حتى تنشف الصلسة من الماء تماما ونحصل على الصلسة كثيفة ومتماسكة هذا هو الشكل الصلسة كما تلاحظون نحصل على الصلسة كثيفة ومتماسكة أتمنى أن يعجبكم الفيديو للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الشراك على قناتكم وتوقف سهل البسيط ولا تنسوا الضغط على زيار اللايك من أجلال تدعموني وزيار السفحة سيناء على فيسبوك ودبسو في رعاية الله